أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء مع المتحدث باسم رئاسة الوزراء في اليابان السيد شيكاتا سيد شيكاتا أهلا بك إلى سكاينيوز عربية هذه القمة هي فرصة مهمة بالنسبة لليابان ما هي أهم المواضيع التي ستطرح وستناقش في هذه القمة يناقش القادة مسائل تتعلق بالعدوان الروسي على أوكرانيا وتدعيات ذلك على الاقتصاد العالمي وسيتطرقون إلى مواضيع التحديات الخاصة بالطاقة والغداء والتي نشأت نتيجة الغزب الروسي لأوكرانيا فضلا عن ذلك سيتناولون موضوع منطقة المحيطين الهندي والهادئ وقضاياها ذات الصلة وسيشير رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى أن ما يحدث اليوم في أوكرانيا قد يصيب شرق أسيا غدا علوة على ذلك سيتم البحث أيضا في أن المشهد الأمني الأوروبي هو جزء لا يتجزأ من مسألة الأمن في أسيا بالتالي هذه هي القضايا الأساسية المتناولة والتي ستسمح لنا بالمحافظة على النظام العالمي الحر والمفتوح بناء على حكم القانون سيد شيكاتا التقى الرئيس الوزراء الياباني بالرئيس الأمريكي جو بايدن ما أهم النقاط التي تم التوافق شأنها بين الطرفين؟ اليابان والولايات المتحدة حليفتان بموجب الاتفاقيات والمعاهدات بينهما ونعمل على تعزيز العلاقات بيننا وعلى ضوء ما يحدث على صعيد المشهد الأمني في أسيا فعلى سبيل المثال حددت اليابان بعض التحديات الأمنية التي تتأتى من كوريا الشمالية أو الصين أو روسيا سيكون من الضروري تقوية العلاقات بين اليابان والولايات المتحدة بالإضافة إلى ذلك تعمل اليابان على تكثيف جهودها الرامية لدفاع عن نفسها وذلك ضمن سياق زيادة ميزانية الدفاع خلال السنوات الخمس المقبلة نعلم بأن اليابان لا قوات مسلحة لديها بفعل نتائج الحرب العالمية الثانية كيف لها أن تتصدى للتحديات الأمنية التي تتحدث عنها؟ السياسة الأمنية اليابانية تتميل أكثر نحو الدفاع بيد أنه في ظل التحديات التي تشكلها كوريا الشمالية لسيما مع تطويرها السواريخ طويلة المدى ذات تكنولوجيا متطورة جدا نحاول تعزيز قدراتنا على شن ضربات مضادة لتحسين قدراتنا الدفاعية بالتالي بمجاب دستور الياباني نبدل كافة الجهود لتفاع عن شعبنا وتوسيع شراكاتنا الأمنية لتشمل شركاء آخرين بالإضافة إلى الولايات المتحدة بمن فيها أستراليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها عبر التاريخ كان هناك دائما توترات بين اليابان والصين أليس من الممكن التوصل إلى أي تسوية سلمية مع الصين؟ رفع رئيس الوزراء كيشيدا قضية إقامة علاقات بناء ومستقرة بين اليابان والصين كما والتقى رئيس الوزراء برئيس الصيني تشين جينبينغ في نوفمبر الماضي وأعرب عن المخاوف اليابانية للقادة الصينيين مباشرة ونؤمن أنه توجد مساحة لتعاون مع الصين في قضايا مثل البيئة والتنوع المجتمعي والقضايا الدولية سيد شيكاتا هل صحيح الأنباء التي تتحدث عن إجراء محادثات مع حلف الناتو لافتتاح مكتب ارتباط له في توكيو؟ لا أعتقد أنه تم اتخاذ قرار رسمي بشأن مكتب ارتباط للناتو لكننا كنا نعمل على تعزيز تعاوننا مع الناتو إذ أجرى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي زيارة إلى اليابان منذ بضعة أشهر كما حضر رئيس الوزراء الياباني قمة الناتو في مدريد العام المنصر التزم الناتو بالعمل مع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأربعة وهي اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا هل ستتخذ القمة أي عقوبات جديدة فيما يتعلق بروسيا؟ تنسق الدول الأعضاء في مجموعة السبع جهودها مع بعضها البعض لمعرفة كيفية الاستمرار بفرض عقوبات صارمة جدا على روسيا كما ونسعى لتوصل إلى دعم قوي لأوكرانيا ليس فقط ذلك بل سنتناول أيضا تبعات ذلك على منطقة المحيطين الهندي والهادئ كما دع رئيس الوزراء الياباني قادة دوليين لدول الجنوب وهي دول نامية أو اقتصادات ناشئة وبإمكاننا أن نبحث معها في جداول عمل مشتركة قضايا تمويل التطوير فضلا عن الأمن الغدائي وأمن الطاقة ونعرف أن هذه الدول متأثرة جدا بالغزو الروسي لأوكرانيا تتبع اليابان مؤخرا سياسة الأمن والحرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ هل هناك أي علاقة مباشرة ستكون مع الدول الإفريقية المطلة على الأقل على المحيط الهندي؟ نعم حين كان لا يزال شينزو آبي رئيس وزراء اليابان أجل زيارة لنيروب عام 2016 للمشاركة في اجتماع قمة التنمية الإفريقية وهي مبادرة للإعلان عن منطقة حرة ومفتوحة ضمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحين زر رئيس الوزراء الياباني الحالي كيشيدا يداله في مارس المنصر توصل لخطة جديدة لمنطقة حرة ومفتوحة ضمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحين نتكلم عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ نشمل أيضا الدول العربية التي تطل على المحيط الهندي على أن نتأكد من أن تبقى هذه المحيطات حرة للملاحة والتحليق فوقها كما علينا ضمان المحافظة على هذه المياه الدولية وفقا للقانون الدولية والذي يشمل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هل ستقوم اليابان بتعزيز تعاونها العسكري على الأقل مع أستراليا؟ نعمل على تعزيز شراكتنا الأمنية ليس فقط مع أستراليا لكن أيضا مع بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ونظرا لأننا نعمل مع شراكاء ذوي توجهات مماثلة توجد مساحة كبيرة لنا لتقوية مثل هذه الشراكات الأمنية كما تعلم سيد شيكاتا ستستضيف الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف للمناخ في أكتوبر المقبل في دبي ما هي جهود اليابان فيما يتعلق بمشاكل المناخ؟ بالطبع تملك اليابان والإمارات علاقات وشراكات وثيقة جدا كما وتعتمد اليابان على صادرات النفط الخام من الإمارات ونقدر استمرار ضخها للإمدادات النفطية المستقرة ليس فقط ذلك إذن تعاونوا على قضايا مثل استخدام الطاقة المتجددة فضلا عن ذلك نفهم أن الإمارات تسعى لاعتماد سياسات عامة ريادية من حيث الابتكار والتقنيات المتطورة بالتالي نتطلع قدما لتحقيق الإمارات نجاحا في استضافة مؤتمر الأطراف للمناخ واليابان جاهز للعمل عن كثب مع الرئاسة الإماراتية بشأن موضوع عقد قمة المناخ ونعتقد أنه توجد مجالات جديدة للتعاون بين اليابان والإمارات فضلا عن دول عربية أخرى سيد شيكاتا المتحدث باسم رئاسة وزراء اليابان شكرا جزيلا لك على حسن اللقاء